في معرض الصين الدول للاستيراد هذا العام جمع جنح صناعة الخدمات من هونغ كونغ الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع جمع 13 عارضا من مجالات الابتقار التكنولوجي والبناء والخدمات اللوجستية ويهدف هذا الجناح الى البحث عن فرص التعاون في البر الرئيسي عبر عرض اتجاه تنمية صناعة الخدمات في هونغ كونغ في الواقع كنا دائما متفائلين للغاية بسوق البر الرئيسي هذا السوق به المزيد من الفرص لتطوير قدرات شركاتنا مقارنة بالسوق المحلي في هونغ كونغ نتطلع الى المشاركة بنشاط في عملية التنمية في البر الرئيسي لتحقيق نتائج اكبر تشارك اكثر من 200 شركة من هونغ كونغ في المعرض هذا العام وهو ما يزيد بنحو 20% عن العام الماضي ومن بين هذه الشركات 45 الشركة تشارك للعام الثالث على التوالي في المعرض وعبرت العديد من الشركات من هونغ كونغ عن تفاؤلها بشأن التكنولوجيا المبتكرة والنمو الاتصادي لسوق البر الرئيسي كما اعربوا عن استعدادهم للبحث عن مزيد من فرص التعاون في البر الرئيسي هذا وانظمت حكومة منطقة مكاو الادارية الخاصة وفدا يضم اكثر من 70 من رواد الاعمال لحضور المعرض هذا العام وغطى الوافد مختلف المجالات مثل التجارة والمعارض والسياحة والابداع الثقافي وتهدف هذه الخطوة الى الاستفادة من منصة معرض الصين الدولي للإستيراد والعمل مع منطقة خليج كوانطون هونغ كونغ مكاو الكبرى للاندماج بنشاط في التنمية الوطنية الشاملة ترجمة نانسي قنقر